لا يزال اعلام الرياضي يواصل انبطاحه اذا ما يحدث حاليا بعد قرار النادي الاهي بتغيير استراتيجيته الاعلامية واعلانه الهجوم على قناة الزمالك ومرتضى منصور والتأكيد على تجاوز قناة الزمالك المعايير الاعلامية والمهنية وتجاوز رئيس نادي الزمالك كل المعايير الاخلاقية واستمراره في توجيه بذاءات اتجاه النادي الاهي وادارة النادي الاهي ورموز النادي الاهي اللي هو بالمناسبة قديم كلامه مبارح في قناة الزمالك عن انه هو اول واحد كرم صلح سليم او انه هو زعم مباراة الترجي في نادي الزمالك او انه هو بيعمل دعاوة لبعض المنتمين النادي الاهي كل ده كلام رائع فيه مما يفعله ومما يتجاوز في حق الناس ازاؤه وكونوا اتمنى السلامة لحفيد الكابت المحمود الخطيب ده بالتأكيد مش كافي علشان الكابت المحمود الخطيب ما يقدمش ضده بلاغات لان مش منطقي اطلاقا اي انسان هيقبل التجاوز في العرض والكرامة والصمعة والذمة وعلشان انت تمنيت السلامة للحفيد او للولد هنسى ده كله تكريمك صلح سليم نفسه اتى بعد ما حضرتك ارصقت بي فكرة انه كان بشرب خمرة ومشيك في الاعلام طوله على راجل انه خمرجي خمرجي وبعيدا عن الكلام ده وبعيدا عن هذا الاطار خليونا نتكلم عن الماستر سين امبارح الماستر سين امبارح تمثل في زغور الكابتن مجد عبدالغاني على قناة الزمالي تزامنا مع الزكرة رقم 30 لهدفه في مرمى فان بروكلين سنة 1990 يوم 12 يونيو في مباراة مصر وهولندا في دور المجموعات في كاس العالم وعلشان المناسبة دي المناسبة اللي تزال في سبابها شعب مصر فترة طويلة جدا ولا يزال مجد عبدالغاني بيزال مصر بهذا الهدف لانه وفقا لتعبيره جاب نقطة لمصر فانا امبارح قررت تقرير جميل جدا على موقع فالجول عن الهدف ده وعن فان بروكلين هسيبه لحضراتكه في صندوق الوصف ولكن ما فاجأني بالامس ان مجد عبدالغاني الاسد على ادارة النادي القاهي والمهاجم الاول لكابتن محمود الخطيب من قبل ما يترشح لا يزال مجد عبدالغاني كما ذكرت قبل كده في حلقة سابقة عن مجد عبدالغاني اتكلمنا فيها عن ان مجد عبدالغاني عنده مشكلة مع كابتن محمود الخطيب لانه ما وقفش معه في الانتخابات اللي نزلها الانتخابات اللي نزلها وقت نجاح المهندس محمود طهر نزل مجد عبدالغاني على مقابة نائب الرئيس ومع ذلك كابتن محمود الخطيب وقف جنب قيمة ابراهيم المعلم كاملة مجد عبدالغاني حتى هذه اللحظة لا يريد ان ينسى هذا الامر مجد عبدالغاني الذي حاول اكتر من مر انه وقف جنب المهندس محمود طهر فقط نكاية في مش في محمود الخطيب بس نكاية في جبهة حسن حمدي كلها مجد عبدالغاني ظهر مرة في جمالة الممية للنادي الاهي بشكل غير رائق بشكل لا يريق بالنادي الاهي وفضل يهاجم الاعضاء ويزعق لهم بطريقته اللي هو بيتكلم بيه هدي ثم وقفة وقفة مروعة جنب المهندس محمود طهر في الانتخابات السابقة الوقفة اللي عاب عليها ناس كتير جدا من معارضي محمود طهر وناس كتير اللي تزال بتعتبر ان الوقفة دي تسببت بشكل جبري جدا في سقوط محمود طهر لان طريقة مجد عبدالغاني في التعامل مع محمود طهر كانت غير رائقة حتى هو واقف جنبه لكن مجد عبدالغاني كان عادة بيوجد اتقن دور الدب لقتلت صاحبه فعلا مجد عبدالغاني نجح في قطر محمود طهر معنويا بالوقفة وبعد كده انتهت الانتخابات بفوزة كابتن محمود الخطيب فانطلق مجد عبدالغاني مهاجما ادارة النادي الاهلي على الشيء وعكسه اذا وقعت ادارة النادي الاهلي عقدا مع موليد سليمان هاجم مجد عبدالغاني الادارة واذا لم تلبي ادارة النادي الاهلي مطالب احمد فتحي هاجم الادارة واذا اراد النادي الاهلي ان يستثني حسام عشور ويعطيه عددا من الامتيازات هاجم الادارة واذا تراجع في ذلك هاجم الادارة مجد عبدالغاني الاهرى ادارة محمود الخطيب ناجحة في اي شيء والغريب والعجيب ان ده صدر من واحد من اقل اعضاء مجلس الادارة اتحاده كرة تاريخيا في الادارة ويام الصحافة لحقته بكثير من الاخبار السلبية ولكن كل ده مش موضوعنا اللي موضوعنا بجد انه مبارح طلع على قناة الزمالج بيحاول انه يرقب الصدق في واقع الامر مجد عبدالغاني مبارح كان يحاول يقعد في المكرباص بتاع الزمالج جنب مصطفى يونس والنهاردة بعد اذنكم يا جماعة ان شاء الله الجماعة المشجعين يا نادي اهلي النهاردة انا هقعد مجد عبدالغاني جنب مصطفى يونس جوه المكرباص وهقعده كمان جنب الشباك مجد عبدالغاني مبارح اراد ان يبدو كحمامة سلام الاباطير التي تخرج من الاعلام على النادي الاهلي ولم يحدث ان وجه ملك وكتابة سلام النقدة او الهجوم على حد لا يذكر النادي الاهلي بسوء عليك ان تذكر النادي الاهلي بسوء وعليك ان تهاجم النادي الاهلي ينطلق ضدك ملك وكتابة ولكن ان تهاجم النادي الاهلي في الباطل وليس في الحق هذا هو دايدا الملك وكتابة اللي بالمناسبة كانينه مدخرة في يوم القام مع مجد عبدالغاني لكن السؤال هو ليه مجد عبدالغاني مبارح كان بالوداعة دي ببساطة شديدة جدا لان مجد عبدالغاني بيخاف من مرتضى منصور او بمعنى ادق ما يحبش يهاجم الزماج في وجود مرتضى منصور وفقا لكلامه مع المزيع رغدة شروف من بضعة سنوات لما وجهت لي السؤال ده انت ما بتحبش يهاجم الزماج في وجود مرتضى منصور ايوة لاني انا بشوف ان مرتضى منصور انا بعمله حساب ولان مرتضى منصور لا يتوقع هو ممكن يجيلك من ايه طب انت بتعمل كده لان عندك سيدي لا هو عنده سيديات بس انا ما عنديش عاجة ومساحة التعامل معاه تديني فرصة ان انا هاجمه ولكن مش بحدة وده انا بعتقد انه زكاء انك تعرف الشخص اللي قدامك وتقدره كويس زكاء ثم عقب في نهاية الدي ازي وقال هو مش خوف انا بس مش عايز وجع الدماج ازا كنت يا مجدي عبدالغاني يا كابتن مجدي يا عبدالغاني ازا كنت لا تهاجم مرتضى منصور لانك مش عايز وجع الدماج وبتهاجم محمود الخطيبة انه عارف انه مش هيرد عليك اسمح لي اقولك انت كده ما بتتصرفش لا بزكاء ولا بتتصرف علشان عدم وجع الدماج حضرتك ما بتتصرفش اليه بجبن وحضرتك لا تقرر الا بحقيقة لا نريد انه عميمها في الشارع المصري الا وهي ان اللي صوته عالي الناس بتعملوا حساب فاذا كنت مش عامل حسابي لكابتن محمود الخطيبة كابتنك ويعمل لجيلك ايمة كالعيب كورة فده ملوش مبرر عندي غير انك انت مستوطي حيطة محمود الخطيبة شايف ان حيط تواطية لو هاجمته مش هيرد علي لو قلت فيه مش يقولي انت بتقولي ايه لو عيبت عليه عمره ما هي يطلع ينتقدني في الالام لك المرتضى منصور لو انا قربت منه لو انا قلت بس مين ممكن يعمل معايا زي ما بيعمل مع غيري ده مش زكاء وهيخوف من وجع الدماغ ده جبني يا كابتن مجدين ولو انت عندك زرعة من كرامة مفروض اللي انت بتفرده على نفسك اتجاه المرتضى منصور غصب عنك بتفرده على نفسك طواعية مع كابتن محمود الخطيبة كابتنك ولي عمل يجيك ايه علشان كده يا كابتن مجدي بعد كلام مبارح انت عمرك ما تبين في الصورة ولا هتطلع فيها حتى بتلتة مين السلام عليكم